موسيقى كيكل يفتح باب التنصيق وسط جهود لتشكيل الحكومة النمساوية دعوات عاجلة لإصلاحات مالية في النمسا بسبب التفاقم العجز ستة وعشرون بالمئة من النمساويون يفضلون اتلاف ثلاثي بقيادة حزب الشعب النمسا وهولندا تطالبان بتجديد سياسات الترحيل وتجميد المساعدات للمهاجرين ثلاثمائة وثلاثة وتسعون شكوى ضد الشرطة في النمسا منذ بداية ألفين أربعة وعشرين وأخيرا طلاب صفوف دعم اللغة الألمانية في النمسا يشعرون بالعزلة والتهميش مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشط الأخبار لهذا اليوم إلى التفاصيل أعلن هربتكيك الرئيس حزب الحرية عن استعداده للتنصيق مع قادة الأحزاب الأخرى بينما أكد حزب الشعب جاهزيته للمفاوضات من جهته شدد الحزب الاشتراك الديموقراطي على رفضه التحالف مع حزب الحرية ولكنه أبدأ استعداده للحوار وكان الرئيس النمساوي فاندا بيلن قد منح الأحزاب مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل للوصول إلى اتفاق في مساعيه لتشكيل حكومة مستقرة في النمسا حيث دعا رؤساء الأحزاب الثلاثة الكبرى حزب الحرية وحزب الشعب والحزب الاشتراك الديموقراطي لإجراء محادثات بهدف استكشاف إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي دعا المجلس المالي في النمسا ومعهد فيفو ومركز كا دي تيت إلى إصلاحات عاجلة في ظل الأزمة المالية في النمسا وأكد كريسوف بعد الرئيس المجلس المالي أن عجز الميزانية تجاوز ثلاثة بالمئة وفقا لمعايير ماستريت مع غياب نية لخفضه وذكر أن زيادة النفقات والوضع الاقتصادي المتردي يزيدان من تفاقم العجز الذي قد يصل إلى سبعة بالمئة كما دعا إلى إصلاح توزيع المهام بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات وخاصة في القطاع الصحي وركزت التوصيات على تعزيز استقلالية البلديات في جمع الضرائب ومراجعة الدعم المالي لتجنب التكرارات وتحقيق الشفافية أظهر استطلاع أجراه معهد جالوب للدراسات أن 26% من النمساويين يدعمون تشكيل ائتلاف ثلاثي بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوز والذي يعتبر الخيار الأكثر قبولا وحصل تحالف حزب الحرية وحزب الشعب بقيادة رباد كيكل على دعم 24% وكشف الاستطلاع أن 54% من المستطلعين غير راضين عن نتائج الانتخابات ومع ذلك يرغب 51% في رؤية حزب الشعب بقيادة كارل نيهاما في الحكومة المقبلة كما أظهرت النتائج أن نيوز أكثر شعبية من حزب الخضر كشريك أصغر في أي ائتلاف محتمل طالبة النمسا وهولندا في ورقة غير رسمية قدمت قبيل اجتماع وزراء الداخلية في لوكسنبورغ بتغيير جذري في التعامل مع المهاجرين غير القانونيين بما في ذلك تجميد المساعدات المقدمة لهم ويدعم الوثيقة 14 دولة أوروبية أخرى وسويسرة التي تدعو لمراجعة توجهات الاتحاد الأوروبي بشأن ترحيل المهاجرين وشدد وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر على أهمية عمليات ترحيل صارمة لتحقيق نظام لجوء عادل كما أكد أن المهاجرين غير المتعاونين يجب أن يواجهوا عواقب كتجميد المعونات ويأتي هذا وسط جدل أوروبي مستمر حول تجديد سياسات الهجرة واللجوء تلقى مكتب الشكاوى والتحقيقات ضد عنف الشرطة مذ بدء عمله في يناير 2024 393 شكوى حول سوء المعاملة وأصفرت التحقيقات عن قضيتين فقط أمام المحاكم في حين تم تصنيف معظم الشكاوى على أنها غير صحيحة بعد مراجعة القضاء ويعمل المكتب تحت الوكالة الفيدرالية لمكافحة الفساد ويضم 32 موظفا بينهم مختصون في حقوق الإنسان والنفس مع خطط لزيادة العدد إلى 36 بحلول 2025 كما يحقق المكتب في قضايا تتعلق باستخدام القوة المفرطة بما في ذلك ثلاث حالات استخدمت فيها الأسلحة وأدت إلى الوفاة أظهر الدراسة أجرتها جامعة فيينا على المدارس المتوسطة أن طلاب صفوف دعم اللغة الألمانية يشعرون بالتهميش والعزلة وشملت الدراسة 78 طالبا حديثي الوصول إلى النمسا عبر لم شمل الأسري والتي كشفت عن تحديات تعليمية كبيرة حيث يفتقر العديد من هؤلاء الطلاب لمهارات القراءة والكتابة بلغتهم الأم ويدرسون في صفوف منفصلة تصل إلى أربعة فصول دراسية مما يفاقم شعورهم بالعزلة عن زملائهم في الصفوف العادية كما أشار الطلاب إلى ضعف التفاعل مع المعلمين والطلاب الآخرين مما يبطئ من تقدمهم في تعلم اللغة الألمانية ويؤثر على اندماجهم الاجتماعي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح ماكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر